بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطرف الكريم على آله والصحب السلام الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور رحمة وعيد العباد إذن تكلمنا عن معاهدة مع أهل الأذرح والجرباء وتكلمنا عن معاهدة مع يحنى بن رؤبة أو يحنى بن رؤبة في العقبة اللي هي إلات عفوا الأيلة الآن نأتي إلى دومة الجندل حيث كان ملكها الأكيدر ابن عبد الملك العبادي ملك دومة الجندل وكان أحد النصارى العرب الذين صالهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية وكان أخوه بشر ابن عبد الملك ذهب إلى الحيرة قبل الحيرة كانت فيها مملكة يعني كانت فيها مملكة اللي هي مناذرة والمناذر هم أصلا خرجوا من منطقة معان وذهبوا وكان ملك ابن فهم شكل مملكة وذهب إلى خليج العربي ثم بعدين استقروا في أولاده وأحفاده استقروا في الحيرة وهم في نهاية المطاف من تنوخ تنوخ الأردن يعني فذهب إلى الحيرة وتعلم بها الخط العربي الخط العربي بعدين رجع إلى مكة وتزوج بالضهباء بنت حرب أخت أبي سفيان يعني عمت سيدنا معاوية رضي الله عنه ولما كان سيدنا معاوية رضي الله عنه في تابوك أرسل سيدنا خالب نودي رضي الله عنه بـ 450 إلى 500 فارس لقتال أكيدر في منطقة دومة الجندل أو في منطقة أدوماتو أو أسميها الجوف أي منها نحكي فيها هي صحيح فذهب لقتال الأكيدر الأكيدر كان ذكي كمان بدل سمع أنه في قوات قادمة نحوه وتريد أن تقتله فذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وراح صالح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبلها قبلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لخالب الودي أنك ستلاقي أكيدر خارج عصني وكان الأكيدر يهوى استياد الوحوش الوحوش فلقيه خالد يصطاد البقر الوحشي مع أخيه حسان ونفر من العرب فقتل خالد حسان وأسر الأكيدر وكان عليه قباء من ديباج منسوج بالذهب فبعثها إلى رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وصالحوا على الجزية أضح يعني صالحوا على الجزية خلاص قال أنا بدفع الجزية وألا أقاتل المسلمين وبعدين هو بدل ما يقاتل سيدنا خالد راح يستقبلهم استقبلهم وقالهم أنا بدي أقاب رسول صلى الله عليه وسلم وأطلب الآمن والأمان وأهدى قبة الديباج من ذهب فهو لميد لسيدنا خالد الذي وهبها رسول الله إلى عمر بن الخطاب وقال رسول الله الأكيدر لما راح وقاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا خلاص أنا بدفع الجزية وأنا بسلم حتى ما فيه مجكلة قالوا ارجع بقبائك يعني هذا الثوب اللي منسخ بالذهب فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه في الآخرة واستنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة من ديباج الأكيدر وقال سيدنا محمد جاوبهم قالهم لما نادل سعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا وكتب رسول صلى الله عليه وسلم إلى الأكيدر العبادي كتابا بالأمان ولم يكن معه خاتم فختمه بظفره يعني سيدنا محمد ختمه في ظفره ختم الكتاب اللي موجه يعني بين بين الأكيدر بين سيدنا محمد ولكيدر نص الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام طبعا هو قال أنا مسلم مع خالد بن الوليد سيف الله في دومة الجندل وأكنا فيها إن له الضاحية من الضحل الضحل الماء القليل في الأعلى الأرض الذي لا عمق له وهو أيضا الماء القريب المكان ومكان يقول له فيه الماء من الضحل وفي منطقة في وواد العربة اسمها الضحل لقلة الماء فيها أو لأن الماء السطح فيها قليل جدا وحتى يعني أي الضحضاح أدنى مستوى يهبط إليه الماء كمان الضحضاح نفس الإشيء وهي تأتي بالأغاني وبالأشعار البدوية إذا جو بقول بقول أنه أيضا ما يعني وأيضا أصوه السلام يقول أنه له أيضا للأكيدر البور والمعامي وأغفال الأرض وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة ما اشتملت عليه القرية من النخيل ونحن من النخل والمعين 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 من المعمور وبعد أدى الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم يعني حقيقة مكتوبة بلغة وبإصطلاحات كانت تستخدم في جمعات الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وهي لم تعد موجودة عندنا ولكن الحديث بقيا نتحدث عن هذه الاتفاقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة